السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله يكون فيديو مختلف رضي نشارك معكم ان شاء الله المشتريات ديالي لشريت ديال تجميل بناء على الطلب ديالكم نتمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديو مفيد لكم مويم هانا هاد شي كله اخديته من سيت ديال اغو مازون مويم مرة ما كان دي الليلة اشهر لولو مديرش معه باختون اغيان لحت شي حاجة غير الاخوات اللي طلبوا مني على الانستغرام وكذلك حتى في يوتيوب نشارك معكم هكذا المواد الطبيعية اللي كنستعمل ان شاء الله غدن لبيت طلبات ديالكم كلها غيب شوية بشوية ان شاء الله هاد الايام شوية مشغولة بقشي الوقت بزا باش نصور من شاء الله غنسالي بإذن الله تعالى غنحاول نلبيت طلبات ديالكم هنا اول حاجة هنيا هاد لغنيكا هاد لغنيكا هادي سوتون بلانت هي عشبة هادي كنستعملها الولادي ملي كانوا صغارين مهم هي خاصنا نستعملها باقتير دو سيزان يحتيو اللي تدري عندو سيزان عاد نقدرو ست سنين عاد نقدرو نستعملوها ملي كانوا صغير ورين بيبي قبل ما يوصلوا السيزان كنت كنستعمل واحد الكخيم أنا غدا نوريها لكم من بعد إن شاء الله بالنسبة للأخوات اللي بغوا ياخدوا أفلات خوستية لهم اللي تحليم هكا الوليد ولا شي حاجة يتقصح بحلكم اللي كتكون البلاسة كتولي هكا باش تنئي بيتو تولي باش كتفش ما كتبقاش منفوخة غيك يطح هكا الولد كندهنو لي كندقوا ندهنو لي هكدا نهار كام يعني شحل من مرة باش كترجع ليه ديك ديك الدريبة لك خامية هادي أما بالنسبة للزيت اللي خديت أنا فهدك كنخلطوه أنا مع الزيت وكندهن كنتهليم هكدا الله يحفظي لوقعت شي حاجة ولا غالبا كيكونوا كيديروا عرفتم الوليدات مني كيكونوا في مرحلات المراهقة كيديروا السبور بزاف كيجهدوا على نفسهم بعض المراز كيدروهم هكدا كيبقوا تشكوا اللي كدروني رجلية وهذا فكننخلط ليهم الزيت البلدية مع هاد قطرات من هاد الزيت وكنعطيهم يدهنو في رجيلات ديالهم ولا الكريم الكريم زيانة بزاف صراح وهنا هدا الزيت الاساس ديال ديال السوج اللي هي السلمية خديته أنا على قبل ولدي وفي نفس الوقت بما أنكم سولتوني النيت على واصفة ديال حب الشباب وكذلك على قبل مثلا إلا كانش يوجيع أو لها كديل يعني ديال الحيض كتحد تخلطو مع زيت أي زيت وكتدهنو على في الكرش من التحت كتهدن شوية الآلم هدا زيت ديال التوت اللي هو الفرمبواز الويل دو فرمبواز أنا خديتها لأنه دابا غا ديب تولي الشمش بزاف غدا نحضر بها إن شاء الله إن كريم اللي غدا نبقى نحضرها هكذا في الوجه ديالي قبل ما ندير الإكران بقى فصراحة أنا كنقلب دابا على إن غسيت ديال الإكران ونجربها ونشوفها واش إيفيكاس واش تكون زعمها واش غدا تعطي فعلا غا تحمي لي البشرة ديالي من الشمش وللا وعاد غا نتشاركها معكم إن شاء الله بإذن الله إلا بقى لي الوقت من وعدكم بوالو فصراحة ما عرفش شي بقى لي الوقت وللا المهم هدا الكوركم خديتو هاد الكوركم هدا كيجيني هكا بخاتي كنا كن ناخدو الطريق ويكن هدا كيجيني عمالي أكتر كنتستعملوها كف الوصفات ديال التجميل الواجه التبييد الأسنان الشعر بزف ديال حاجات هاد العشبة هادي هي عشبة هندية فطرحة ما عرفش اسميتها بالعربية كن ناخدها الترطيب الشعر يعني كترطب لي اكتبط الشعر ما شاء الله بحالة درتو ام ماسك عادة انا كن ناخدها كنستعمل بحال شكل ماسك كل شي مرات كنخلطها مع الحنة ان شاء الله نشارك معكم واصفات ديالها انا اخدي جوج باكيت وحدة كنت وصطني عليها الصديقة ديالي ووحدة ديالي دكشيش مويمانا يالله تقعدات لي مجيت نقلب لقيت بقى غيش شوية دكشيش عود كومون ديتها لانا كنتستعملها بزف بزف انا اكتشفتها دكشي باش كومون ديتها دكشي باش كومون ديتها دي ورجل ربتها رزوينة بزف بزف انا فرحانة لان انا اكتشفتها موهم ديالي مايكونش عندي هكا ديال الحنة ديال المغرب عرفتو من اللي بغى ادبقتها على شعري ماستعملش ليجو ولو يدي يعني تلقات مزيان هدي بوضو دوكاتام هدي مش دياليتها هدي كنت هدي كومون ديتها الصديقة ديالي مويمانا هاد الشي يالله وصلني غدابة وصلني هاد النهار هادا وانا نتسجلو ليكم ولكن للأسف منجيت ندير المونتاج لقيت بقى ان الصوت ماكينش انا ندبك نعود ليه الصوت بالنسبة الهنايا كنقول لكم غيبي ان لاناني كنت كنسجل سجلت ودب انا كنعود الصوت موهم هاد البوضو دوكاتام لو بدو تستعملوه حتى كتديرو الحنة وتخليو ليلا كاملة تخليوها ثلاثة سوات تغسلوها وحتى اليوم التالي عاد كتستعملو هاد البوضو دوكاتام باش تعطيكم مفعول اكتر طفي هنا غاديغي الباكية التانية ديالله ديالله البوضو ديقيموف وهنايا خديت العجيل طين الابيض راك شفتو كنستعملو بزاف كنستعملو فموات تنظيف كنستعملو كدالك وصفات الواجهة وصفات طبيعة الاسنان بزاف بزاف اهنايا هاديغي البوضو دو غيغليس هادي العرق السوس مطحون خديتو على قبل باش ندير به الطنتي فخيس باش كنحكو السنان وهذا الشاربون هذا الشاربون هدا خديتو حتا هوغي وصطني علي صديقة ديالي فقط اه انا عندي حتا هوغي انا كن بقى القرعة ديالين ما كملاتش حتا هوغي كنستعملو في الدنتي في خيس شي مرات وكا تستعملو في وصفات ديالوجه كينقى الوجه كي يحيد قاعدك اللي بومغت اللي كينين في الوجه يعني كي ابصغ بي كي جر لنا قاعدو سيخات اللي كينين عدنا في الوجه كي جرهم كينقى مزيان الوجه ومرا ما كنستعملش داك شي ديال الصاق وكل ما هوغير طبيعي لا استعمله يعني استعمل غيه هاد الشي الطبيعي اهنا استعمل هادال اللي دغولة ديال ديال البابونج اللي هو البابونج ما شكي يقولولي بالعربي بالداريجة مقيتش عقلا موهم مقيتش عقلا اكين واحد اسمية في المغرب تيقولولي واحد اسمية مقيتش عقلا لا موهم هادا غيه ماء الورد انا خديت ليدغولة ديال غوز د داماس انا هادو غيه هاد باش نعبر البي اش البي اش ديال الكريم و البي اش ديال الصابون و ان شاء الله ان شاء الله خيص غيه الوقت باش نتشارك معاكم ومعرفتوا انا رعادي مشكيه لتصوير شي مراس كي اجيني اللي هي سوصراحة نجمض الكاميرا و انسطاليها و انصور و ذاك الشي مواهم لايقدرنا وصافي مواهم هدا غيل المتغيال ديال ملي كان نحضر هاكاي شامبوان اش حاجة كنا نستعمل هادا كنت تستعمل هاد هادو اللي كتشوفو معايا معرفش كيفاش غنسميهم فصراح مهم هادا زيت ديال المشماش زوين بززاف بززاف البشرة وزوين حتى للشعر هادا الصابون ديال لانيس هادا غدا لصابون دانيس هادا خذيتو الولدي باش يغسل بيه وجهه كانت قادالية اللي كانت عندي في طرحة كانت عندي بيضة هادي هادي احسن هادي الخذيت ديبه هاد المرة كانت عندي هي احسن وصفي هادي للانديكو لانديكو غدا نشارك معاكم حتى هو غنعود نشارك معاكم كيف ما طلبتم مني طريقة ديالو ان شاء الله يارب بغي كون عندي الوقت ونعود نشارك معاكم الطريقة كان الطريقة ديال ركنت شاركتها معاكم ولكن كان ضن بان بزف ديال الاخوات ما كانش الفيديو واضح لهم بزف تكشي باش تصلتو بيه على الانستغرام ودبا صفي ان شاء الله غدا نشارك معاكم فيديو طريقة كيفاش كنستعملو هادي لابودغ دوشي كاكاي حتى هاد البودغته هي بودرة هندية زوينة بزف زف 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 زال الشعر هنا غدا ندوزو باش نوجدو صفي غدا ندير الحنة هاد النهار هادك الحنة اللي شريت اول حاجة وضعت الماء الساخن خس يكون طايب مزيان اولاد قدرو تاخدو هادك الازير وطيبو في واحد اللاكاسخول وتستعملو ذاك المديالو مزيان الشعر كيطول الشعر سافي هناك نخلط هاد الحنة مع الماء يعني هاد الخلطة دي الحنة بما انني غندير غندير الحنة كنحاول دائما نزيد علاشي حويج باش كنقوي الشعر و باش كيطول الشعر و باش كتصحح الزغبة طلوو البنات فراسكم را ملي كي محد الواحد كيتقدم السن الشعر كي بدا يمشي و البشرة كتبدا تتدبال ذاك شي باش مرة مرة طلوو فروساتكم سافي هنا غدا نزيد هنيا بودرة دي القشرة دي البرتقال كتزولو غي القشرة دي البرتقال و كتنشفوها سافيو كتنشفوها هكا اما في الشمش او في الفرن و كتطحنوها انا انا ما في صراحة شريطة هكذا وجدة باش نسهل عليها سافينا كتشوفو بان الخالي تقاسح عرفتو علاش لان انا غنزيد مازال البرتقال تكشي بشرة كتشوفوها هكذا بالنسبة لعاصر البرتقال تقدر تعودو بعاصر الحامض يعني ماشي مشكي بتال عاصر الحامض رابزيان هد هنا غدا نزيد هاد دقيق الحمص علاش غنزيد تقيق الحمص تقيق الحمص قدروا تستعملوه كشامبوان يعني تغسلوه بي الشعر لانه و كي يغسل الشعر كينضف الشعر و كيرطبوه كيعطيوه حدر طوبية زوين بزاف انا دايمن كنزيدو هكذا مع الخلطة ديالي هكالي بودا الحنة باش كن دبلي ان هاد الحنة مل احسن ما تستعملو الشامبوان بالمرة يعني سافي غي هاد البودو اللي هنخلطو دبه هي اللي غتغسلين الشعر باش هاد البودو غديل هاد المسحوق ديال الحمص هو اللي غتغسل لنا الشعر وبالنسبة البرتقال و العسل اللي غدا نزيدو هادا غديرطب لنا الشعر هادو غدي يلمسو يعني الشعر ديالنا الملمس يعني غديرطب و غدا نزيدو حتا زيت ديال جوز الهند يعني زيت ديال الكوك حتا هو زوين بزافحة ولو ما امكان تاخدوش نوعية جيدة يعني متاخدوش الويلدو كوبغة خدو الويلدو نواد كوكو كنظن كي اخدوغي ديال القشرة ديال جوز الهند و كي تحنوها و كتكون واقيلة يعني كي كون كي يعني كتكون مسخنة يعني ما كتكون فيها يعني كيكون فيها الوسخ يعني ما كتكونش نقية كي سخنوها كي عرضوها على واحد درجة الحرارة يعني عالية باش كي قتلو قاعدوك البكتيري ذاك شي باش اللي بيان في ما كيبقاوش اروخ كو هاد الجوز الهند لي كيكون بخيسي افخوا هاد الله هاد ما كيكونش و ما كيكونش مسخن يعني كانو كي كيكونو عصروه بطريقة بردة جوكوبة كيكون يعني المنافع ديالو كتكون احسن هنا غدا نخلط هاد الخاليط هادا ديالي مزيان حتا غيو اللي متجانس و من اللي الاحسن انكم من اللي يتخلط خليوه يرتاح يرتاح مزيان باش كيتخمر و كيعطي المفعول اكتر انا خليتو دا باشوية ارتاح و من بعد دا بغدا نزيدو يعني كل ما خليتوه يرتاح يعني واحد نص ساعة هاكدك ولا ساعة خاصة اني لكنت عندكم شميشة خلاص خرجوها في شميشة واحد شوية باش يطلق مزيان باش الحنة طلق مزيان المنافع ديالي هنا اللي زيت هو زيت حبوب الخردل هادا كيليق لكي طول الشعر يعني هاد الحنة هادي غدا نشتوها غدا نشقو بها الشعر يعني هنشقو بها الشعر عاد غا نطبقوها على الخصل ديال الشعر هنا غدا نزيد هادا هادا الويل اسونسيال ديالامونت بوافغي النعناع الفلفولي يعني زيت الاساس دي النعناع الفلفولي هادا كيبقا غي اختياري انا زيتو غيب اكت مني كن نضيفوها كالشعر كنستعملوها كالشعر كنحسو نصبو الانتعاج وكيعطى واحدة الريحة زوينة داك شي باش ايلا كانت تحت ضركم راسكم واستعملتو هاد الوصفة كتحسو بالراحة هنا غا ندوزو باش نوجدوا واحد الماسك غدا نوجدو الولد ديالي هادا كيليق الناس اللي عندهم حب شباب كنتو سولتوني على وصفة ديال حب شباب كينين بزاف ديال الوصفات غاكي حسنو ليكم يعني كيحاولو يعني بحل دبه هادا هادا علاش غا نستعملو ليه باش غا ديكرم لي شي حبيبات نظوفي اما وكينين شي وصفات ديال ليسيكا تخيس لي كيكونو في الوجه واما الى كان عندكم مشكل ديال حب شباب خستكم تديرو التحاليل وتشوفو يعني منين جاي هاداك حب شباب لانه كل مرة ويعني كل واحد وكيفاش لكن غا ديال المراهقة را قدوز يعني المدة ديالو قيمشي اما لكان عند الناس القبار يعني را كي تكون المشكل ديالو كيكون يعني كيكون متغير ما كيكونش بحل الوليدات اللي كيكونو في مرحلات المراهقة يعني مني كانو وصلو حت كينا حتا واقالا لا كنيديا اللي زادولت حتا هي كينا موهما علينا هنا بالنسبة للفشوريتكم ايديا غي كنقول لكم بانا خصكم كل عشبة حتى تجربوها تم ما في يدكم عاد استعملوها لانا ربما تكون عندكم الحساسية ديالها هانا غدا نستعمل لبودودونيم خدي تقريب من شي معلقة هاد البودودونيم قلبو عليها في انترنت را زيانة بززاف الحب شباب ولكن عندكم لانا قدر شي واحد تكون عندو الحساسية ديالها موهما انا قلت لكم هانا غدا نستعمل البودودودوغتي الحريقة هاد الحريقة زوينة بزاف 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 كتجي تلم يعني الحروق كتزوينة حتى الشعار فيها مادة الكلوغوفيل بطبيعة الحالي انها خضرة وفيها مادة سيليس يعني زوينة بزاف بزاف اللابو لا تقدروا تستعملوها ومزيانة حتى الشعار بالنسبة للبنات اللي عندهم الشعار كي يطح ليهم وبالنسبة للبنات اللي عندهم القشرة في الشعر هنا زيت الغجيل اللي هو الطين الابيض وغدا نخلطو إلا كنت عندكم البشرة دسيمة ستعملو زيت ستعملو ليدغولة او ماء الورد إلا كنت عندكم البشرة جافة ستعملو مثلا الحليب ديال اللوز او معلقة ديال يوخت طبيعي او معلقة ديال الحليب او معلقة ديال اللبن حتى اللبن مزيان سوف يتخلطو هاد الخليط ولم عندكم حتجي حاجة من هاد شي ستعملو غير الماء سوف يتخلطو هاد شي خصو يغسل وجههم مزيان 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 او يعني سيدة اللي في هاد شي خصو تغسل وجههم مزيان 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 بسطابون عاد قد تستعمل هاد هاد الوصفة انا غنزيد فيها مزل لزوية الإسانسية يعني زوية الاساس وهدو لا توفرتو عليهم هادو حتى هم مزوينين بزاف باش غديكرمو لين هدو كل الحبيبات هادا زيت ديال ورق الرند او اللغي او ورق سيدنا موسى او ورق الغار مهم كل واحد كيفاش كي يسميه استعملت منو انا زوج ديال النقيطات غين نقيطة واحدة فقط فصراحة كافية هدا زيت ديال شجرة الشاي راعرف طول منافع ديالو كيجمع يعني الحبوب لكان الحبوب كيكرم يعني الحبوب لكان صافي كيف قلت لكم ها هي الصابونة هادي اللي وريتكم في الاول هيغسل بها وجهه وعد يستعمل هاد الوصفة هنا بالنسبة الاخوات اللي سولوني على الكتب اللي كنستعمل ها انتم اللي تقولون ما بغيتش نوريكم ولا شي حاجة راغي ما كنجي معك اما ما كنتفكرش ولا ما كتجينيش يعني في الفيديو يعني فيديو ديال الطبخ ومن بعد نوريكم هاد الكتوبة ديال كتسولون يعني منين كنتعلموا ذك شي مويم هدا فيه دكسيونير فيه يعني فيه ما كنبغيش يعني معلومات عليها كنمشي هنا اياه وكنقرأ معلومات عليها عاد يعني انا كنخاف بزاف صراحة ما كنبغيش نستعمل يعني ما كنستعملش الوصفات عشوائيا ضروري خاصني نتأكدوا نبحث ونبحث 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 عاد كنمشي نستعمل يعني عاد نمشي نحضر الوصفة هنها هاد الكتب فيه ديجا وصفات ديجا واجدة هاد زوين بزاف اللي استعملت منه لحد الان في صراحة غير وصفات ديال شي وحدين ديال تجميل وشي وحدين ديال الميناج غالبا هادوك ديال الميناج زوينين في صراحة استعملت منه اما وصفات ديال الطبخ ما استعملت شي حاجة من هاد من هاد من هاد ويموكو بلاي فيه بزاف ديال الحاجات هاد الكتب فيه لزويل اسانسيال في اي اي ويل اسانسيال يعني اي زيت الاساس المعلومات لاش ممكن تستعملوه وباش كيعجبني بزاف انا كندي معي هذا فيما كيضرر شي واحد شي حاجة ولا هدا في الوليدات ديالي بطبيعة الحال كنا يعني كتجلقى الوصفة سهلة كنا اخذ يعني كتوري كش حال خاصني نستعمل يعني نقطع ولا جوج ولا ثلاثة صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة